بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يكونون اختراه بل هو الحب من ربك لتنضر طوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سدة أيام ثم استوى عن العصر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ينبر الأهوى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان يمطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون أقالوا أئذا ظلنا في الأرض إنا لفي خلق جليد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن لكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذن المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أرصرنا وسمعنا فاردعنا نعمل صالحا لنا نقنون ولو سئنا لآتينا كل نخس هدى ولكن حقا طمو مني لأبنأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا قروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضادع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمن منك من كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المقوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين فاسقوا فمأوا النار كلما أردوا أن يخرجوا منها أعينوا فيها وقيل لكم ذوقوا على منار وقيل لكم ذوقوا على منار الذي كنتم به تكذبون الله أكبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنالون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أغلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين انتقنون ولقد آتينا مرسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه في مرية من لقائه واجعلنا كودا لبني إسرائيل واجعلنا منهم أذمة يأتون بأمرنا لما صدروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبل من القرون يرشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا سوق الماء إلى الأرض وجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه وأنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فانق عنهم من تغير إنهم تغيرون ترجمة نانسي قنقر